السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عزيزي الكرام وعزيزي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مع أستاذ محمد البخاري في هذا الفيديو إن شاء الله سنجد معكم تتم سلسلة تمارين دائمة في مادة الرياضيات بخصوص المستوى السادس بتدائي واليوم سنجد تمارين دائمة في مجال الهندسة إن شاء الله سنجد تمارين لهم بسيطين بزف وفيهم سنجد مجال الهندسة إذن مرحبا بكل متسابع جديد على نظام القناة أرحب بك وأدعوك للشراك وتفعيل زر الجرس بشيقوا يصلك جميع الفيديوهات التي أقدم ومرحبا بك إذن تمارين دائمة في مجال الهندسة خصوص مادة الرياضيات السادس بتدائي عندي هنا جوجة الأنشطة بسيطين بزف تبعوا معي باش فهمهم إذن يمثل الشكل جانبه تسميما لمدرسة إذن هنا شكل هذا يمثلنا بحل واحدة المدرسة صفي هذا تسميم المدرسة القاعات والإدارة شكلها مستطيل إذن القاعات هم القاعات هذه القاعات والإدارة شكلهم مستطيل إذن عندهم طول وعندهم عرض كما تلاحظوا هنا 6 متر وهنا 8 متر إذن جميع القاعات عندهم نفس الأبعاد بنسبة للإدارة هي مستطيلة الشكل لكن طولها 6 متر ولكن عرضها 4 متر فقط إذن القاعات الأربع لها نفس الأبعاد إذن القاعات الأربع عندهم نفس الأبعاد يعني كلهم عندهم في الطول 8 متر و في العرض 6 مدرسة سؤال اول, أحسبوا محيط المدرسه هل محيط دل MDSM احسب إذا لمحيط دل مدرسه منحيط محيط؟ دل محيط المدرسه من طبيعة الحال سيجب أن نعرف الأبعاد كلهم دل محيط المدرسه و ما يحيط باللوم ونأرغرر bonno ما يحيطه بالمدرسة هو هذا ندوره كاملا هذا هو المحيط المدرسة يعني ما يحيطه بالمدرسة نحاول ندور بهذا الزروق كي نعرفه هذا هو المحيط هذا هو المحيط المدرسة على خصوص أعرفه هذا الإمت že مثلا here 8 م llev1 here 6 م then here 6d here here 6m then there 6m and here's 6m هناك 6 متر إذا كانت هذه 8 متر فكذلك هناك 8 متر مازين هناك 14 متر هناك 22 متر هناك 22 متر هناك 6 متر وهناك 4 متر مازين نحن عرفنا الأبعاد كلهم صافي؟ عرفنا الأبعاد كلهم مازين بي يساوي كم؟ بي يساوي إذن الموحد الموحد يساوي بي بي يساوي 6 잠깐만 بي يساوي 4 متر 8 متر زائد 6 متر زائد 6 متر زائد 6 متر زائد 8 متر نقومos 8 متر زائد 14 متر زائد 22 متر زائد 4 متر زائد ستة متر زائد أربعة متر هذا هو المحيط حسبناه بالمحسابة جنة يساوي تسعون متر تسعون متر هذا هو المحيط المدرسة المحيط المدرسة يساوي تسعون متر عندما زود الحساب المساحة أحسب مساحة الساحة أحسب المساحة الساحة الساحة عبارة هذه الساحة 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 كما تلاحظون هي مشي شكل اعتيادي مشي وحد الشكل الذي نعرفه ولكن لقسمناها على جوج أعطينا جوج للأشكال اعتيادي إذن لقسمناها من هنا من هنا أعطينا شكل واحد هو هذا والشكل اثنان هو هذا إذن طبيعة الحال باش نحسبو المساحة ديال هاد الساحة سنحسبو المساحة ديال الشكل الأول زائد مساحة الشكل الثاني إذن نقسم أول حاجة نقسم الشكل إلى مثلا إلى مضلعين الشكل واحد الشكل واحد عبارة عن مثلث هكذا هكذا والشكل اثنان عبارة عن شبه منحاري شبه منحاري شبه منحاري نعم هو شبه منحاري فعنده قاعدة كبره هي هذه وقاعدة الصغره هي هذه صفحي؟ إذن نبدأ نحسبو مساحة الشكل واحد الشكل واحد هل نقسمه هذه الشكل واحد هو متلت هالقاعدة دياله هالارتفاع دياله صفحي؟ إذن نحسبوه بها الطريقة سواحد تساوي القاعدة ب في الارتفاع على إثنان كم تساوي القاعدة؟ القاعدة هي هذه إذن لك أنت هناستمتر كذلك نستمع 6 في كم؟ الارتفاع الارتفاع هو هذا كم الارتفاع؟ هو 12 12 على 2 إذن 6 في 12 على 2 إذن S1 قاعدة صاوي ماذا؟ قاعدة صاوي 36 متر مربع هذه هي المساحة ديال المتلت صفحي؟ نحسبنا المساحة دياله صفحي؟ قاعدة نمسى المساحة ديال شكل 2 نحسبو مساحة الشكل 2 شكل 2 عبارة عن شبه منحرف S كم تساوي القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى مضروبة في الارتفاع على 2 أرى نعوضه ما هي القاعدة الكبرى B هي هذه 12 زائد كم قاعدة الصغرى هي هذه 6 6 زائد 6 نضروبة في الارتفاع ارتفاع الشبه منحرف هو هذا هو هذا إذن هنا 6 متر هنا 6 متر هنا 6 متر إذن 6 زائد 6 2 زائد 6 18 بالتالي 18 على 2 منين كان حسبو 12 زائد 6 18 18 في 18 على 2 قاعدة الصغرى S 2 قاعدة الصغرى 162 متر مربع وبالتالي كمنا هنا مع الزال ما كملناش إذن إذن مساحة الساحة هي ونضرو S تسوي S1 زائد S2 S1 تسوي 36 متر مربع زائد 162 متر مربع ما تسوي تسوي 198 متر مربع وهي مساحة ماذا مساحة الشكل صحيح 198 متر مربع صحيح 198 متر مربع ندزل الآن إلى التمرين الثاني وهو التمرين كذلك سهل وبسيط جدا أتمم بإنشائي أو إنشاء الشكل التالي ثم السنتيج سأكمل الإنشاء هذا الشكل لدي A B C ثلاث نقاط غير مستقيمة ثلاث B C ثلاث النقاط مستقيمة لا يمكن مرر واحد مستقيمة صحيح سؤال الأول أنشئ مستقيما D العمودي على A B و المر من C سأ إنشاء واحد المستقيم اسمه D سيكون عمودي على A B أولا نرسم A B نجيب واحد المسترة إذن سنستعمله في الرسم إذن سنرسم أولا A B عمودي على B إذن سنرسم عمودي على A B المستقيم D سيكون عمودي على A B و سيمر ننسي إذن سنستعمله الكوس مطبع الحل لك رسم العمودي عمودي لا يكون عمودي سيكون مطبعة الحل سنرسم معي هكذا إذن هكذا إذن العمودي سيكون مطبعة الحل ثم نحاول نحاول أنهبطوش شوية بشي دوز من C هكذا هي الزاوية القائمة الزاوية القائمة تكون هنا صغير ونحن ونكمل الرسم المستقيم الذي غسم المستقيم دوز ها هو ها هو هيا شكلنا زاوية قائمة ها هي زاوية قائمة وهذا المستقيم ستسمى هكذا ستسمى دوز السؤال إذن أنشئ مستقيما D' سننشئ دابع واحد المستقيم D' الموازي لأبي سيكون متوازي مع أبي يعني ما سيكون تقطع A B مع D' سفر يعني سيكون مستقيمان متوازي يعني S دائما غي مرن إذن باش نرسم الموازي إذن هاد مستقيم A B باش نرسم موازي له يجب يجب ذاك يعني إذا ذا 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 يجب يكون عمودي على المستقيم الدي سوف انتبه معي يجب يكون عمودي هكذا ويمرنا من نقطة S ما كذا و نحاول اطول المستقيم ويكون عمودي دي بريم هكذا A B موازي ل هكذا متوازين هدو صحيح A B متوازين مع الد بريم إذن سؤال ثالث استنتج المستقيم د بريم وال د شوف المستقيم هاد د بريم هاد د ما لهم شنو كيف يشكلون لها زاوية قائمة إذن هما مستقيم المستقيم د بريم و د مستقيم مستقيم وبعدها سوف نكون كما فيديو اليوم الذي كان يخص تمرين دائما في مجال الهندسة نسبتي لمادات الرياضيات السادس ابتدائي كنتمنى لكم كل توفق والنجاح زيدوا دعموا قناة تربويات مع أستاذ محمد البخاري بالاشتراك وضغط على جرس بشلق وصلكم جميع الفيديو التي نقدم كان معكم أستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته